طيب أخر حاجة قبل ما نروح لضيفي العزيز محمد فخري لعب النادي الأهلي خد صورة هو في الملعب وكان وراء جماهير صورة سيلفي وكان وراء جماهير نادي الرجاء الدنيا قامت وما قعدتش عليه في السوشيال ماجهة هدونا اللقطة يا جماعة الدنيا قامت وما قعدتش ازاي تتساوي مع جميعين ازاي 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 وانتقادات فهو اضطر يرد عليهم عن انستجرام في ستوري أخرى ولا جماعة كده كفاية ده الموضوع عدى حدود النقد يعني لجميعين النادي الأهلي طيب أنا عندي لوم على الجميع اللي انتقادته على السورة عشان انا شفت ان السورة عادية حتى لعيب النادي الأهلي حاولوا يدعموه بعد تلكها بصورة في المطالة وما بيتشاوروا عليه يعني سورة عادية تصور جمй جميعين للجوار تصور جمي جميعين للعيب سورة عادية بس احنا بقت الموضوع عندنا زيادة شويتين مش عند كل الناس هتقولنا يا جماعة السورة بتاعة الدعم بتاعة لعبة النادي الاهلي فده لومي على بعض الجمهور اللي داخلت هجمة الراجل بس بصراحة برضه عندي لوم على محمد فخري بمئنك لعب في النادي الاهلي تحمل كل الهجوم والانتقادات حتى لو شفتها مش منطقية كل شيء ما تردش أبدا أبدا محمد صلاح يبقى منازل سورة مع أولاده يقول لك إيه الحق ده منازل سورة مع أولاده وإحنا كنا مش عارف عندنا يعضو ينتقدوه وهجوم شرس تلاقي محمد صلاح ومسا نرد على حد لا كريستيانو نالدو يقول لك إصلا ما نجحش أو إصلا ما عملش يرد على حد لا دي أسماء كبيرة فهي دي الأسماء اللي إحنا بنتعلم منها كلنا فنفس القص سيب الجمهور يقول له عايزه يحبك يكرهك يلومك ينتقدك يشيد بيك سيبه يعمل له عايزه ما تردش أبدا أبدا حتى لو رد محترم زي اللي إنت عملته بالمناسبة ما تردش حاجة كل محمد فخري يعني يعني هو لم يتجاوز بس ما تردش أصلا أصلا يعني ودي بقى ليه دور فيها طبيب النفس اللي موجود في النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي إدارة الكورة في النادي الأهلي كل الكلام ده لازم يتقلل العيبة طول الوقت ما تردش أبدا أبدا مهما كان حجم ضغوط عليك ما تردش أبدا على الجماهير بي